السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى لب داعية وأجاب منادية وعاش طوال إيامه وليليه يمشي على شوك الأسأ ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها للمسلمين في أنحاء الأرض في عصر انطغط فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات أقدمها لنفسي لنصحح المسار ولنغير الواقع فلقد تراكمت الذنوب على الذنوب بل وقست القلوب وقل الخوف من علام الغيوب فوالله ما تغير وجه الأرض بهذه الصورة المظلمة وما خضبت الأرض بالدماء وامتلأت الأرض بأكوام الأشلاء إلا لأن كثيرا من الأحياء على ظهرها وإن كانوا من الأموات يتعاملون من منطلق أن الحياة تنتهي بالموت وتناسى هؤلاء أنهم سيعرضون على رب الأرض والسماء للسؤال عن الكثير والقليل قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أحداث النهاية تلك الأحداث تبدأ يقينا بالموت وتنتهي بالجنة إن شاء الله تعالى أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا من أهلها توقفنا في الحلقة الماضية عند هذا المشهد المهيب الرهيب الذي يظهر فيه بجلاء ضعف الإنسان ضعف الإنسان مهما كانت قوته ومهما كانت سطوته ومهما كان مركزه ومهما كانت مكانته وهو على فراش الموت ترى إنسانا ضعيفا جدا قد فقد كل الأسباب وقد ضاع منه كل شيء ها هو هارون هل تعرفون هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها أيتها السحابة في أي مكان شئتي فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله هل تعلم أخي الحبيب معنى هذه الكلمات إنه يريد أن يبين للناس ساعة ملكه في أي مكان شئتي فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله انظر إلى ساعة ملك هارون الرشيد فلما نام على فراش الموت واقترب الأجل وأقبلت النهاية بكى هارون وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أين المال أين السلطان أين الملك ضاع كل شيء وأصر هارون الرشيد أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه بعد هذا الملك والسعة والنعيم والترف والخير يريد أن يرى الحفرة التي سينام فيها إلى ما شاء الله يريد أن يرى قبره فحملوه فنظر هارون إلى القبر وبكى ثم رفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا الله يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه أين الملوك وأين الصلاطين وأين الأغنياء وأين الفقراء وأين الرسل والأنبياء أين الظالمون أين الجبابرة أين الأكاسرة أين القياصرة أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين فرعون وهامان أين من دوخوا الدنيا بسطوطهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته هل أبقى الموت ذا عز لعزته هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجى منه بالسلطان إنسان لا 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 والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبق الذنوب والمعاصي كما هي يا نفس يا نفس قد أزف الرحيل يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهب يا نفس فتأهب يا نفس لا يلعبك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل آه من هذا المنزل إنه القبر فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولأركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل قال جل وعلا لحبيبه المصطفى ونبيه المجتبى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يوم القيامة فإنه ملاقيكم يوم القيامة قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذو الميراث نجمعها أموالنا لذو الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعلم ثانيها والعقل ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غد الجنة اللهم اجعلنا من أهلها وعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسكطينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهرها لبن مصف ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق خلي بالك انظر إليه وهو على فراش الموت الله جل وعلا يقول كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق بلغت الروح الحلقوم بلغت الروح الحلقوم وصار يغرغر وقيل من راق قال ابن عباس رضي الله عنهما أي من يرقى بروحه لتفارق الروح الجسد إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب من يحمل هذه الروح ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب قال مجاهد والضحاك في قوله سبحانه كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق أي من يرقيه من يبذل له الدواء من يقدم له العلاج التف الأطباء من حوله هذا متخصص في جراحة القلب والآخر متخصص في جراحة المخ والأعصاب والثالث أستاذ كبير في البنج وهذا في تخصص كذا والخامس في تخصص كذا التف الأطباء من حوله التف الأطباء من حوله ودار وعجز الأطباء وحار انظر إليه وقد اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف إلى أنام ليده وقدميه في هذه السكرات وفي هذه اللحظات يحاول جاهدا وهو على فراش الموت أن يحرك شفتيه أن يحرك لسانه بكلمة التوحيد بكلمة لا إله إلا الله فأشعر أن الشفتين وأن اللسان كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله له النطق بلا إله إلا الله أكأني به في هذه اللحظات والناس من حوله يقولون فلان لا يستطيع أن يحرك لسانه ولا يقدر على أن يعرف إخوانه ولا يملك أن يرد أو أن يخاطب جيرانه وإخوانه لكأني به وهو يسمع الخطاب لكنه عاجز عن الرد والجواب لكأني به إذا نظر إليهم في لحظة صحوة بين السكرات والكربات يرد عليهم بلسان الحال بل وربما بلسان المقال وهو يقول يا أهلي يا أحبابي يا أبنائي لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي أنا أبوكم أنا حبيبكم أنا الذي بنيت القصور أنا الذي عمرت الدور أنا الذي نميت التجارة أنا الذي جمعت لكم هذه الأموال من منكم يزيد في عمر عاما أو عامين من شهرا أو شهرين يوما أو يومين ساعة أو ساعتين وهنا يعلو قول الحق فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين اللهم اجعلنا منهم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح فسبح باسم ربك العظيم سبحانك ولا تقال إلا لك سبحانك ولا تقال إلا لك سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال القياصرة سبحانك يا من نقلتهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة النساء والجوار والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب فسبح باسم ربك العظيم قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى؟ متى؟ اللهم شعلنا منهم متى تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة لأهل العلم قولان الأول قال علماؤنا تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والتوحيد والاستقامة وهم على فراش الموت في هذه اللحظات لحظات السكرات والكربات تتنزل الملائكة بالتثبيت نعم بالتثبيت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة تجلس الملائكة عند رأس المؤمن الموحد الصادق عند رأس المؤمنة الموحدة الصادقة لتثبتها لتثبتها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين أي عن القول الثابت عن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويفعل الله ما يشاء ترى فلانا على فراش الموت يبتسم وينظر وكأنه يخاطب أناسا هو وحده الذي يراهم وكل من يجلس معه في الغرفة لا يرى شيئا لأنه بدأ بالفعل بدأ بالفعل ينتقل أثناء الاحتضار إلى عالم الآخرة بدأ يعاين ملائكة الله جل وعلا فتراه يردد بلسانه ويتهلل وجهه يردد كلمة التوحيد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بيسر وسلاسة وسهولة ليه وخلي بالك من عاش طوال حياته على كلمة التوحيد على لا إله إلا الله محمد رسول الله أو محمد رسول الله واللغتان صحيحتان لا ينطق كلمة التوحيد في هذه اللحظات إلا من عاش عليها إلا من عاش على التوحيد لقد شاء ربنا وقدر أن من عاش على شيء مات علي ومن مات على شيء مبعث علي هتعيش على الطاعة هتموت على الطاعة وتبعث على ذات الطاعة يا الله وهتكلم بعد كنا إن شاء الله في البعث يعيش الإنسان على معصية يعيش على معصية يموت على المعصية إن لم يتم إلى الله إن لم يتب إلى الله لهم ارزقنا التوبة لنتوب إليك وتوب علينا لنتوب إليك واجعلها ساعة إجابة يا رب العالمين ومن عاش على شيء من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه يا الله أحدثني إخواني في أمريكا وأنا في زيارة لهم عن شاب أمريكي يدخل على إخواننا في صلاة الفجر في مسجد من مساجد مدينة بروكلين في ولاية نيويورك وفي ترجمة حرفية تقريبا للحوار الذي دار بينه وبين إخواننا دخل عليهم بعدما انتهوا من صلاة الفجر وقال لهم أريد أن أكون من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أدخل الإسلام دلوني ماذا أصنع قالوا من أنت وما حكايتك وما الذي جاء بك قال دلوني ولا تسألوني ماذا أصنع قالوا اغتسل فاغتسل ردد الشهادتين فردد الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله علموه الصلاة فصل الصبح قال أريد أن أبقى معكم في هذا المركز أياما لأتعلم الإسلام فأبقوه معهم ومضى اليوم الأول ومضى اليوم الثاني ومضى اليوم الثالث وقد لفت هذا الأخ الكريم وأنظار إخوانه بطول سجوده بين يدي الله جل وعلا بكثرة بكائه لله سبحانه وتعالى بحرصه على أن يسمع القرآن الكريم فبعدما انتهوا من صلاة المغرب جلس إلى جوار أخ من إخواننا ليسمعه القرآن فقال هذا الأخ الكريم له يا أخي صرت أحطر نفسي إلي جوارك ما نظرت إليك إلا واحتقرت نفسي وأنا دخلت هذا الدين من عشرات سنين وأنت لم تدخل إلا من يومين أراك باكيا خاشعا تريد أن تسمع القرآن في كل دقيقة يا أخي بالله عليك أخبرني ما حكيتك ما قصتك فقال له بأنه منذ أربع سنوات لا تنضي عليه ليلة من أربع سنوات لا تنضي عليه ليلة إلا وهو يبكي لا ينام إلا باكيا وهو يتضرع إلى الله الحق سبحانه وتعالى أن يدله على الدين الحق شاب أمريكي من أصل أسباني يعتنق النصرانية ويتضرع إلى الله جل وعلا أن يدله على الحق يقول لهذا الأخ الكريم وفي الليلة التي دخلت عليكم صبيحتها نمت باكيا وأنا أسأل الله عز وجل أن يدلني على الحق قال فرأيت عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في الرؤية وهو يشير إلي بسبابته ويقول كن محمدية كن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى ومحمد أخوان أخوان دينهما واحد وهو الإسلام ما جاء للبشرية إلا بالرحمة وإلا بالحق والهدى وسينزل الله عيسى كما سأبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل في هذه السلسلة العلمية المنهجية الكريمة ليحكم الأرض بشريعة محمد بن عبد الله إن الدين عند الله الإسلام يقول له عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كن محمدية كن من أتباع محمد بن عبد الله قال فخرجت فدخلت عليكم لأنه أول مسجد أمر عليه يقسم الإخوة بالله أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل هذا الشاب الكريم في الصلاة مع إخوانه وفي الركعة الأولى سجد السجدة الأولى ولم يرفع رأسه وأكمل الإخوة الصلاة وسلم الإمام ولا زال الأخ ساجدا نادى عليه الإمام يا فلان يا فلان فلن يجبه فقام إليه ونادى عليه إخوانه الذين وصلون إلى جواره وإذ بأحدهم محركوا فوقع على الأرض فنظروا إليه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا الله وهو ساجد وهو ساجد بين يدي الله عز وجل يا لها من خاتمة يبعث ساجدا يبعث يوم القيامة من قبره ساجدا ويحشر إلى الله عز وجل وهو ساجد كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يبعث كل عبد والحديث في صحيح مسلم وسأرجع إليه بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله يبعث كل عبد على ما مات عليه من مات على طاعة بعث على ذات الطاعة من مات بلباس الإحرام في الحج والعمرة يبعث يوم القيامة بلباس الإحرام وهو ينادي في أرض المحشر وليس في أرض عرفة أو في أرض ميناء أو في أرض الحرم وهو يقول لبيك اللهم لبيك في أرض القيامة أرض المحشر يبعث كل عبد على ما مات عليه فهذا الشاب الحبيب الكريم يبعث هو ساجد أي شرف هذا وأي كرم من هذا أيها الأفاضل شايف الخاتمة رجل من الأفاضل كان يعمل مؤذنا لله عز وجل فهو من الثراء بمكان في عصرنا هذا لا أتكلم عن عصر الصحابة ولا عن عصر التابعين في زمننا هذا يؤذن ابتغاء وجه الله لا يريد جزاء ولا شكور ورجل ثري وسع الله عليه وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش كل ما يبكيه أنه حرم من الأذان في آخر الأيام وفي اليوم الذي قدر الله عليه الوفاة يبكي لربه جل في علاه ويقول يا رب يا رب أي ذنب هذا الذي ارتكبته لأتوب إليك منه أي ذنب هذا الذي حرمني من الأذان في آخر اللحظات لأتوب إليك منه يا رب لا تحرمني بذنوبي من هذا الأذان الذي تعلق به قلبي والذي طالما حرشت عليه طوال حياتي لا تحرمني منه بذنوبي في آخر لحظات حياتي وحان وقت العصر قبل هذه الدعوات فسمع الأذان يرفع من المساجد القريبة من بيته فبكى فبكى وهو في الفراش لا يكدر على القيام ولا على الحركة ولا على الخروج وإذ به يقوم ويقف على السرير الذي ينام عليه ويكتج إلى القبلة ويرفع الأذان في بيته الله أكبر الله أكبر إلى آخره إلى أن وصل إلى قوله لا إله إلا الله وسقط على الفراش فأصرع إليه آل وأولاده فوجدوا روحه قد خرجت ما لا إله إلا الله يا لها من خواتيم يا لها من خواتيم قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم يا رب اشترنا ولا تفضحنا الله العظيم له بالمنظرة ولا بالجعجعة ولا بالكلمات ولا بالكلمات تتصل علي أخت مغسلة مغسلة تغسل الأموات لتستفتيني في مسألة استشكلت عليها أثناء الغسل لامرأة عادية في قرية من القرى فتقول لي الأخت الفاضلة يا شيخ أنا أمام موقف غريب تفضل يا أختي قالت المرأة يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى على صدرها ولا نستطيع أن نفصل اليد اليمنى عن اليد اليسرى لا نستطيع أبدا قلت سبحان الله سلي أهلها يا أختاه كيف ماتت؟ قالت لي ماتت وهي قائمة تصلي يدها على صدرها ماتت وهي قائمة تقرأ ما يسر الله لا من القرآن قلت ضعي اترك الأمر على ما هو عليه واقطعي الثوب بحكمة ورفق وترك يدها هكذا لأنها ستبعث هكذا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لا تستطيع لا تستطيع أن ترفع اليمنى عن اليمنى تركها هكذا وإذ بها بعد ساعتين تقريبا تتصل بي مرة أخرى وتقول مسألة أخرى يا شيخ قلت فضلي قالت الكفن الكفن اللي أنا بحكفن فيه هذه السيدة الفاضلة طويل جدا بصورة ملفتة قلت يعني طويل قالت فيه زيادة أكثر من متر ونص الكفن معروف له قطعية معينة تقول لي الكفن زيادة أكثر من متر ونص أعمل إيه قلت سبحان الله اسأل أهلها كده تاني خليني يديني أي حد من الأسرة قالت أنا سألتهم فردت أخت هذه السيدة المتوفية الفاضلة أو المتوفاة قالت أصل أختك لها دعوة غريبة سيدة عذية خالص فلاحة زي أمي ومك الفطرة الطيبة النقية فبتقول كانت أخت دي لها دعوة غريبة تدعو الله عز وجل في كل صلاة تقريبا فقلت لها إيه الدعوة دي قالت كانت تقول اللهم اصطرني اللهم اصطرني اللهم اصطرني واجعل كفني زيادة زيادة تيجي الزيادة بالحجم ده واجعل كفني أنت فكرت في الكفن أنا فكرت في الكفن انشغلت بالقضية دي انشغلت بقضية الكفن والقبر مش ممكن فر إلى صفاء ونقاء الفطرة إنما الأعمال بالخواتيم شايف الصور المشرقة الجميلة دي طب معلش سمحني تعال ما يشوف الصورة الأخرى أعاذني الله وإياك منها وأعاذني الله وإياك منها أيتها الفاضلة الكريمة يا الله يدخل علي طالب من طلابنا في مدينة المنصورة وهو يبكي وأستحلفني بالله أن أدعو الله لوالده في درس الخميس الأسبوعي لعل الله عز وجل أن يستجيب دعوة رجل صالح من هذه الجموع التي تحضر معنا الدرس ورأيت التأثر البالغ على ابننا هذا قلت أخي الحبيب ما الأمر قال توفي والده قلت أسأل الله أن أرحمه قال يا شيخ لكن الموتة كانت بشعة قلت أخبرني لعلي أذكر الناس فقال لي كان والده قويا جدا لدرجة أنه قال لا يذكر أن والده اشتكى مرضا أو ألما قط رزقه الله صحة وعافية قال وفي هذا اليوم في هذا اليوم شعر بألم في بطنه بعد تناول الغداء ورأى أنه بحاجة إلى التقي إلى أن يخرج ما في بطنه قال فدخل إلى دورة المياه إلى الخلاء واقف على الحوض وظل يصرخ ويخرج ما في جوفه ويصرخ صراخات نسمعها ويخرج ما في جوفه قال فلما طالت وقفته وهو لا زال يحتاج إلى هذا برك على ركبتيه من شدة الألم ووضع فمه قريبا من المرحاض أعزكم الله ما عدش قادر يؤف على الحوض فبرك على ركبتيه أمام المرحاض وقرب فمه كلما أراد أن يقي قاء داخل المرحاض لأنه لا يستطيع القيام قال وإذ بنا نسمع صرخة صرخة شديدة فدخلنا فوجبنا وجهه في المرحاض بعد هذه الصرخة فقد الحركة رفعناه وجدنا روحه قد فاضت إلى الله عز وجل يا رب سلم قلت أعوذ بالله خرجت روحه ووجهه في المرحاض قال في داخل المرحاض قلت أخبرني يا أخي كيف كان حال الوالد قال وهو يبكي لم يصلي لله صلاة واحدة يا الله أنت لسه مضيع الصلاة أنت لسه مضيع الصلاة يا أختها أنت لسه مشغول بالتجارة أنت لسه مشغول بالمنصب أنت لسه بتقول لي أنك مشغول ما أنت هتفضل على طول كده مشغول لو استسلمت لدوامة العمل وركبت هذه الساقية فلن تستفيق إلا في القبور بين عسكر الموتة الصلاة 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 هدية الله للأمة هدية الله للأمة يحملها المصطفى من فوق سبع سماوات لتكون صلة لأمته برب الأرض والسماوات الصلاة صلة آخر وصية له صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة فبيقول لي كان لم يصلي والده لله قط أي بشرية دي أخوانا مش ممكن مش ممكن فيه رجل ينسب إلى الإسلام أو امرأة تنسب إلى الإسلام ويسمع الأذان الصبح الظهر العصر المغرب العشاء ولا يحترق قلبه ولا تتحرك جوارحه ليثبت لربه سبحانه وتعالى وحدانيته ليثبت أنه وحد الله وأنه عبد لله وأنه فقير إليه ليطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار يجري مشغول مشغول ولو جالس أنثى لقطع الوقت من غير اكتفاء تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالإنحناء وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقائي وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفائي أنت لسه مشغول عن الصلاة أنت لسه مشغول عن الصلاة يا أختاه هيا الآن 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 عاهد ربك جل وعلا على أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها وأنت يا أختاه عاهدي ربك على أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها يقول ابننا هذا بأن والده ما صلى لله قط قلت يا أخي أعلم خطر ترك الصلاة لكني أسألك بالله أن تسأل والدتك ما الذي كان يفعله والدك اسأل أمك قال هذا فقط قلت لا لا استحلفتك بالله أن تسأل والدتك وأن تخبرني قال أفعل فذهب هذا الإبن الكريم وسأل والدته ما الذي كان يفعله والده حتى يختم له بهذه الخاتمة المرعبة الفضيعة فبكت أمه وقالت له يا بني إن والدك كان يتعامل بين الناس بالربا كان يخرج الألف ألف خمسمية قلت آه آه هذه هذه كان يأكل الحرام ويأكل أموال الناس بالباطل فليأكل من أين من المرحاض من المرحاض فلتكن هذه الخاتمة الذين أكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لا أبدا قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطبيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكون ملكا هي القناعة فالزمها تكون ملكا لو لم تكن لك إلا راحة الدنيا وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هالراحة منها بغير الطيب والكفن لن تأخذ شيئا حدثني أخ آخر في زماننا في عصرنا ويقسم لي بالله أن جاره الذي كان يسكن في الطابق العلوي كان مدمنا لسماعي الأغاني الأجنبية وغير الأجنبية والموسيقى الصاخبة يقول ذكرت بالله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا فلم يتذكر لكن الذي يزعجني أنه يصر على أن يرفع صوت جهازه بصورة مقززة مؤذية بدعوة الحرية أنا حر وكأن الحرية لا حدود لها يقول وعدت من عملي في يوم من الأيام فسمعت بكاء وصراخا من النساء ومن الأولاد قالوا فلان بيحتضر يقول وأسمع الغناء بصوت مرتفع وسط هذا البكاء والصراخ قال فصعت يا إخوة يا ناس أبوكم يحتضر ولزلتم تصرون على وضع الغناء في هذه اللحظات ضعوا القرآن فالمكان الآن تحضره ملائكة الله عز وجل قالوا والله عندك حق لو تكرمت تجيب لنا شريط قرآن أحضر لنا شريطا من أشريطة القرآن قال والله يا شيخ نزلت بسرعة أحضرت شريطا للقرآن ووضعت بيدي في الكست يقول وبعد لحظات وإذ بالرجل في لحظة صحوة بين السكرات والكربات حين سمع القرآن قال لا لا أنا مش عاوز أسمع الصب منش عاوز أسمع القرآن اتركوا الغناء لأن الغناء هو الذي يسعد قلبي قال خرجت والله أك ولم يتكلم الرجل بكلمات إلا هذه يا الله إنما الأعمال بالخواتيم خل بل حضرتك من لفظ لما حقولها دي والله ما تنساها أسأل أن يذكرني وإياك بها وأن يذكرني وإياك أيتها الفاضلة بها الخواتيم ميراث السوابق لا يعني ما معنى هذه الكلمات الخواتيم ميراث السوابق يعني من عاش على طاعة كانت خاتمته على الطاعة ومن عاش على المعصية كانت خاتمته على المعصية لقد شاء الله عز وجل وقضى وقدر أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات ومن مات على شيء بعث عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله ما شرا فلان كان بيبتسم على فراش الموت أيوة حق له بشر بشر أيوة هو على فراش الموت بشر بمنزلته بشر بمكانته بشر بملائكة التثبيت تثبته ما تخافش ما تحزنش أنتم مين من أنتم من أنتم فيكون الجواب نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم هذا هو القول الأول لعلمائنا في الوقتين الذين تتنزل الملائكة فيهما على أهل الإيمان والاستقامة أول الثاني قال علماؤنا تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور وسنرى هناك وأنا أتحدث عن البعث عجبا عجابا أيضا لكن ليكتمل المعنى في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ترى الناس أثناء الخروج من القبور في مناظر عجيبة عاوز حضرتك تتخيل أن يخرج رجل من قبره ليمشي على وجهه ليمشي على وجهه مش ممكن عاوز حضرتك تعيش كده المشهد ده وأنت ترى أناسا رجالا ونساء يمشون على وجههم إيه عمشال كلامتا بتقوله ده كلامتا تجيبته منين ما فيش كلمة بدون دليل من القرآن والسنة أبدا ما فيش لا نتكلم كلمة بإذن الله إلا بدليل من كتاب الله أو بحديث صحيح من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزة ذكر أن فيه ناس هتمشي لما تخرجنا القبور لما تبعث تمشي على وجههم آه نعم فين الآية دي اسمع كده رب العزة أقول إيه ونحشرهم يوم القيامة على أيوة أكمل صح على وجههم يا الله ونحشرهم يوم القيامة على وجههم صم صم وبكما وعميا يا الله ونحشرهم يوم القيامة على وجههم صم وبكما وعميا ونحشرهم يوم القيامة على وجههم لا يسمع لا يتكلم لا يرى وهو على وجهه إلى أين إلى جهنم ولا حول لا قطئ إلا بالله كلما خبت زدناهم سعيرا وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه على وجهه قالوا يا رسول الله كيف يحشر على وجهه فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه وفي لفظ أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه قال قتاد قلت بلى وعزة ربنا إنه لقادر وأنا أقول مع كل مؤمن موحد صادق بلى وعزة ربنا إنه لقادر وفي رواية في سنن الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاه يمشون وصنفا ركبان يركبون وصنفا على وجههم أما الذين يركبون فهم المتقون اللهم اجعلني وإياكم منهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبان وصنف يمشي والصنف الثالث على وجهه قيل كيف يحشر على وجهه رسول الله قال إن الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه مشاهد عجيبة رهيبة مرعبة فتتنزل الملائكة على أهل الإيمان والتوحيد والاستقامة وهم يخرجون من القبور أول ما يخرج المؤمن التقي والمؤمنة التقية من القبر يجد الملائكة في استقباله قد هيأت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها وجلالها إلا من أعدها جل وتعالى ليركب المؤمن التقي ما يمشيش على الأرض ممكن يكون في الدنيا مش لقي عاجلة حتى يركبها لكن هناك يركب ما يمشيش على الأرض ما يمشيش على وجهه حاشا لله يركب يوم ما نحشر المتقين إلى الرحمن وفداء أي ركبان والملائكة في استقبال المؤمنين المتقين الصادقين بهذه البشرة ألا تخافوا الله ولا تحزنوا وأبشروا أبشروا من أول ما يخرج من القبر يبشر وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون نزلا من غفور الرحيم الموت خرجت الروح مات فلان انتهى الأمر انتهى كل شيء ربح من ربح وخسر من خسر فلان فلان الذي ملأ الدنيا علما ومكانة ووجاهة وسلطانا فلان مات مات فلان يغسل لا إله إلا الله تجرد من كل سلطان ومن كل ثياب فلان يكفن ما خرج من الدنيا إلا بهذه الأكفان ترك كل شيء فلان يحمل على الأعناق إلى أين إلى القبر وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله جل في علاه أن يختم لي ولكم خاتمة التوحيد والإيمان اللهم اصطرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض أنت ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة